ذلك تزويج صاحب الدين والخلق ولو كان فقيرا وأنكحوا الأيام منكم إنه أمر وأنكحوا الأيام منكم الأيّم كل امرأة ليس لها زوج كل امرأة ليس لها زوج يقال لها أيّم إذن زوجوهنّا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وقال الله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وهذه اللام لام الأمر وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من تزوج فقد استكمل نصف دينه وعلي أن يتق الله في النصف الآخر فالزواج أمر كبير حتى صار نصف الدين نصف الدين يا لله يا للعجب نصف الدين نعم لماذا؟ لأنه يسد أبواب الحرام يفتح أبواب الحلال يقرب بين المجتمع يعقد الأواصر سكينة وطمأنينة رحمة والله سبحانه وتعالى جعل لنا من أنفسنا أزواجاً لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمة سبيل بقاء جنس البشر تكاثر وقوة الأمة في هذا الإنتاج الذي من المهم جداً تربيته وتعليمه تنشئته وتثقيفه فالمصالح كبيرة جداً ولذلك صار نصف الدين وهؤلاء الفتيات هؤلاء البنات أمانة عند الأولياء يا ترى كيف كان تعامل السلف رحمهم الله مع البنات مع الفتيات وكيف كانت الترتيبات لمستقبل حياتهن تعالوا بنا في جولة كيف كان سلفنا رحمهم الله كيف كان أمرهم في هذا الجانب أولاً كانوا يكفلون البنت بعد موت معيلها وخصوصاً إذا كانت بنت إمامهم وشيخهم أو من بنات الصالحين فيهم ألم يقل ربنا عن مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكرياً قال قتاد رحمه الله كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم وهو عمران رحمه الله من أولياء الله الصالحين فتشاح عليها أحبارهم اختلفوا وتنازعوا إذن ما ضاعت ما كانت المثل هذه البنت لتضيع بل اقترعوا وتنافسوا على كفالتها أيهم يكفل مريم وكان زكريا زوج أختها فكفلها وقال عكرم رحمه الله إنهم قالوا هذه بنت إمامنا وصاحب قرباننا فقال زكرياً يدفعوها إلي فإن خالتها عندي قالوا لا تطيب أنفسنا فاقترعوا بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة فقرعهم زكريا فكفلها وهكذا إذن كانت الرعاية وطبعاً التعليم والتأديب وحسن التنشئة والرعاية الصحية والرعاية الجسدية والإطعام والكسوة والإكرام بالإضافة إلى التنشئة في بيئة العلم والإيمان هذا واحد ثانياً ما كان سلفنا رحمهم الله عندهم غضاضة أن الولي هو الذي يبدأ في موضوع تزويج موليته من عنده من بنت أو أخت قال الله تعالى عن صاحب مدين يخاطب موسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتيني على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين فلما رأى منه الصلاح والتقوى والقوة والأمانة لم يجد أحداً أفضل منه كي يزوجه ابنته مع أنه رجل غريب ولا قرابة بينه وبينه وليس من أهل بلده ولا من قبيلته فعرض عليه ابنته ليتزوجها قال الإمام القرطبي رحمه الله عن القصة فيها عرض الولي ابنته على الرجل وهذه سنة قائمة لاحظوا إذن هذه سنة قائمة لا ينتظر الولي الناس يأتون إلى ابنته فقط بل هو يبادر يبحث يبحث عن الصالح قال القرطبي رحمه الله عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل وهو موسى عليه السلام قال وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن الحسن عرض الرجل وليته والمرأة نفسها على الرجل الصالح اقتداء بالسلف الصالح وقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين يدل على أنه عرض لا عقد يعني هذا ليس ليس بعقد وإنما عارض عليه أن يتزوج ابنته لأنه لو كان عقدا لعين المعكود عليها ولابد هذا كلام القرطبي رحمه الله أما قصة عمر رضي الله عنه فقد رواها الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة من حفصة بنت عمر من خنيسة بن حذاف السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر يعني بنتي قال سأنظر في أمري يعني أستخير أفكر فلبثت لياليا فقال عثمان قد بدى لي أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك يعني ما أعطتك جواب قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها وأنه يريد خطبتها سمعت أنه قد ذكرها يريد خطبتها قال فلم أكل لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها دوب له البخاء رحمه الله باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير إذن يعرض عليه بحكمة النكاح ليس عرض السلع ولا مثل ما يفعل في النخاسة كلا بل هو اختيار بل هو اختيار وقال بعض شراح الحديث لا نقيصة عليه في ذلك أن يبادر الولي بمفاتحة هذه مفاتحة مفاتحة الصالح في تزويج ابنته أو أخته وابن حجر رحمه الله ذكر فيه في هذا الحديث عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته يعني ممكن يقول مثلاً عندي بنتي عندي أختي عندي بنت أخي عندي بنت أختي وهكذا قال على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه يعني حتى على الرجل الآخر قال وأنه لا استحياء في ذلك قال وفيه أنه لا بأس يعرضها عليه ولو كان متزوجاً لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجاً فهذه واحدة أخرى في مسألة ماذا يفعل الأولياء أنفسهم نقول هذا الكلام اليوم في عصر الانفتاح الذي صار فيه السوق السيء في الشبكات الاجتماعية مفتوحاً بين الشباب والفتيات على أنواع المحرمات أبواب مفتوحة على مصاريعها ثالثاً كانوا يوصون ببناتهم إلى الصلحاء من بعدهم ويجعلونهن في ولايتهم وهذا أمر غير مشهور في عصرنا بل لا يكاد يعرف إلا فيما ندر وقد أوصى أبو أمامة رضي الله عنه ببناته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكن ثلاثاً فكن في عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت نسائه ولما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة لم يلبث إلا قليلاً الرجل رضي الله عنه والدهن مرض فأوصى ببناته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وماته فكن في حجره عليه الصلاة والسلام حتى أدركنا يعني بلغنا وشببنا وزوجهن وكذلك سعد رضي الله عنه سعد بن الربيع أصيب يوم أحد فأوصى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بابنته فكانت بنت عند الصديق الصديق يرعاها ويكفلها كانت عنده يتيمة صغيرة ثم بعد ذلك كبرت فزوجها فزوجها وكذلك روى الزبير بن بكر أوصى أبو العاص بن الربيع بابنته أماما إلى الزبير بن العوام فزوجها الزبير علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصته فاطمة بذلك لما مرضت وأوشكت على الموت قالت له تزوج بعدي فلانا وكذلك كان أمر التزويد يعهد به إلى الصالحين فيقال يا فلان بنتي عندك يعني أمرها إليك انظر لها أزوجها انت أثق بك أثق بك انظر لها أزوجها وهكذا أحيانا تحل القضية في مجلس كان للقاضي كان القاضي أبو الحسن إسماعيل بن صاعد وأخوه القاضي أبو سعيد محمد بن صاعد ذهب لعيادة الفقيه أبو محمد المعلى بن أحمد البيهقي من مفاخر بيهق فرأوا على وجه حسرات وهو مريض فقال له بتوجع وتفجع الموت باب وكل الناس وارده يعني لماذا تخشى كل ناس نموت كأنهم يهونون عليه فقال نعم الموت منهل الموت منهل الكل وارده لكن أن بالي منشغل ببناتي اللواتي أخشى أن يضعن بعدي فقال القاضيان لهذا الرجل أعطنا وكالة بعقد نكاح هؤلاء البنات الثلاث على أبنائنا الثلاثة وأحضر الأبناء الثلاثة وتحول مجلس عيادة المريض إلى مجلس عرس وتم حل القضية في مجلس واحد الثلاث بنات معا إذن من سيرة سلفنا كانوا يوصون أوصياءهم في بناتهم وهذا يعني الأمر الرابع أن الواحد منهم إذا حانت وفاته الدنى موته خشية على نفسه أحس بقرب المنية يوصي يوصي بالبنات فيقول جابر رضي الله عنه لما حضر أحد دعاني أبي من أول الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك أنت أبني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن علي دين فاقضي اقضي ديني واستوصي بأخواتك خيرا وفعلا وفعلا كان وارد جابر من أول من قتل في معركة أحد رضي الله عنه في رواية قال أوصيك ببناتي خيرا وفي رواية إن لك أخوات فاستوصي بهن خيرا جابر ترك نكاح البكر من أجل أن يتزوج ثيبا في فارق في السن بينه وبين أخواته حتى تقوم عليهن في تربيتهن والعناية بهن فصارت كالأم لهن وهكذا وحصل أيضا أبو عبد الرحمن العتبي يقول قال لي أبي وهو يصيني يا بني اجعل دنياك صلة لآخرتك وانظر بناتي فوصيتي فيهن ما أوصى به سعيد بن العاص في بناته حين قال يا عمر انظر بناتي فألزمهن البيوت حتى يأتيك الأكفاء من الأزواج وهكذا فكان يُعهد يقال انت وصع البنات انت وصي وحينما يكون لا ابن ولا أخ رجل صالح ولذلك هذا الصالح يكون وليا فلو أن إنسانا أوصى قال أوصي أن يلي أمر بناتي أو بنتي فلان يعني هو يكون بمثابة الولي يختار لهن في النكاح ويبحث في حال الإنسان المتقدم هذا يقدم على إخوانها إذا مات الأب هذا الوصي الذي أوصي الذي أوصي إليه يكون هو الولي لأن الأب الولي الأصلي عهد إليه عهد إليه وكانت تنتهز الفرص في اكتشاف الرجل الصالح والد عبد الله بن المبارك الإمام المشهور بالعلم والجهاد والصلاح والزهد وكافة خصال الخير كان مولى يعمل في بستان يوم من الأيام جاء سيده وقال أريد رمانا حلوا فمضى إلى بعض الشجر وأحضر له رمانا فكسره فوجده حامضا فتغيض عليه قال أطلب حلوا فرح جاب له واحدة أخرى فإذا هي حامضة قال أطلب حلوا تحضر لي حامض اشتد الثالثة نفس الشيء قال له أنت ما تعرف الحلو من الحامض قال لا قال كيف قال لأنني ما أكلت منه شيئا حتى أعرفه قال وليما لم تأكل عندك البستان قال أن أنت ما أذنت لي فبحث وجد فعلا أنه هذا ما مديده إلى أي ثمر في بستانه مع أنه يشتغل عنده في البستان فعظم في عينه وزوجه ابنته فكانت النتيجة عبد الله بن المبارك الإمام المشهور عبد الله بن غانم القاضي عرض عليه الإمام مالك أن يزوجه ابنته علي بن عمر اليونيني من تلاميذ الفقيه أبي عبد الله اليونيني رباه وزوجه ببنته الكاساني صاحب بدائع الصنائع تفق على علاء الدين السمرقندي وقرأ عليه كتابه التحفة في الفقه وزوجه ابنته الفقيه العالمة وهكذا فإذا كانت قضية كانت قضية تزويج هؤلاء الأكفاء اكتشافهم معرفتهم على طول مباشرة فرصة فرصة أن هذه غنيمة هذه غنيمة وأخبار هذه الأخبار كثيرة جدا عند السلف كثيرة جدا عند أهل العلم كما زوج سعيد بن المسيب ابنته التي خطبها بابن الخليفة الخليفة خطبها لابنه رفض سعيد بن المسيب رفض وضرب سعيد بن المسيب وصب عليه الماء البارد وضع في تعذيب ورفض وزوجها لتلميذ له فقير لأنه صاحب دين خلق صاحب دين خلق أخيرا من الإجراءات التي كانت عند السلف في العناية بمستقبل البنات في العناية بمستقبل البنات ما رواه البخاري معلقا تصدق الزبير بدوره وقال للمردود من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فليس لا حق يعني أوقف بيت أوقف بيت من بيوته على المردودة من بناته الزبير رضي الله عنه قال هذا البيت وقف أي بنت من بناته مردودة يعني مطلقة رجعت مات زوجها رجعت تسكن تسكن قال فإن استغنت بزوج فليس لا حق وهذا منصول عند الدارين بإسناد صحيح سبحان الله كان يفكروا حتى لو يعني لا سمح الله طلقت البنت مات زوج البنت وهكذا أيها الأخوة والأخوات هذا غيض من فيض مما كان عليه سلفنا والعمدة كلها وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله أن تقوى الله هي الأساس في حفظ البلد